السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة مطبخ كوكي كوكي كيتشن اليوم سأجدكم تدبيرها رائعة التي هي كيفية للمع الفضة سنسلة أو خاتم أو أي شيء في دقيقة واحدة هنا كما قد تلاحظوا عندي الخاتم هذا كما قد ترى فيه سود اللون و سود الدخله وشخن ديراني اللهمة نحتاج صحن كما قد تشاهدوا فيه نحطه قدامي ونجيب ورق الأليمنيوم ونغلف هذا الصحن بورق الأليمنيوم كما قد تلاحظوا ونضيف هذا الورق الأليمنيوم مغرف معمرة يعني مغرف صغيرة معمرة من بيكاربونات السوديوم ونضيف لها كذلك نفس الملعقة نفس المقدار نضيف له بك الملح مغرف ملح ونضيف كوب من الماء يكون ساخن جدا ونضيف كوب من الماء يكون ساخن جدا هنا كما قد تشاهدوا مجرد أني ضفت الماء بدأت تتفاعل هنا نجيب ملعقة تكون خشبية أو بلاستيك ونخلط المقادير مع بعضها نضيف كوب من الملعقة المدنية بهمة اكسج ونضيف هذا الخاتم أو اي حاجة عندكم فضة تكون سود اللون نضيفها لداخل ونضيفها لمدة دقيقة كاملة يعني دقيقة واحدة والنتيجة ستكون مبهرة تدبيرها هذه رائعة سريعة تستخدموها لأي حاجة عندكم تكون من الفنطة بعد مرور دقيقة كاملة نجبط الخاتم كما قد تلاحظوا هنا أنا عندي هذه الملعقة يعني مكسرة نستخدمها كما حكا فيها كما قد تلاحظوا شوفوا كيف خرج الخاتم يشعل يشعل شعيل نضيف مجرد أني خليته غير دقيقة واحدة نضيف وعاء آخر فيهما وما عادي ملحنا فيها ونجيب هذه الفرشات الأسنان قديمة أنا عندي يعني هادم الأدوات ما نطعيشهمش نحطهم في المطبخ دايما يعاونوني يعني أني نظف بيهم ونجي ننظف ترسبات كاملة بكربونات السوديوم اللي لسقطت لي كما قد تشاهدوا نحي كامل هديك الأتريبة بهذا الشكل ونلمع الفضة تيعي بالشكل هذا كما قد تلاحظوا هنا نحاول إلى ناحية جميع الترسبات وهذه هي النتيجة النهائية كما قد تلاحظوا فيها الخاتم المتاعي أخرج يشعل الشعيل وهذا هو فيديو تعنات عن هار اليوم كان فيديو سريع وأعطيتكم تدبيرا إن شاء الله تكونوا استفدتوا لا تنسوا تدعموني بجانب الفيديو والاشتراك في القناة أنتم اللي قادرين تشاهدوا فيها جدد ونبعث لكم ترجمة نانسي قنقر